السلام عليكم سعادة الله يومكم وكل اوقاتكم يا رب اليوم اول يوم في سنة هجرية جديدة الله يجعل عام كله خير وبركة ويمتعني اياكم بالصحة والعافية والرضا والسعادة وراحت البال يا رب حبيت اسوي معاكم كذا طبق خفيف سريع لذيذ في الاجازة سبحان الله ندور على الطبق كذا سريعة عندي هنا بصل بصل حطيت عليه شوية زيت واكشنه ضفت عليه ثوم وجنزبيل وضفت عليه طماطم مكعبات وملعقة معجون طماطم وفلفل حار والبهارات حيكون عندي ملعقة كاري وملعقة ضفت مسعلة طيب اقلب المكونات هذه كلها طبعا وملح هاقلب الكشنه هذي هنا عندي ورق كاري دايما اجيبه واحطه في الفريزة في كيس كذا واحفظه في الفريزة يقعد بقت طويل اخلي المكونات هذه تتجانس مع بعض شايفين كيف ذابت الطماطم يعني الطماطم ما عنديك مشكلة قطيها كبير لانه في النهاية حنخلط الخلطة هذه ضفت له شوية موية واخليه يتسبك بعدين ضفت له علبة زبادي واخلي المكونات كلها تتجانس مع بعض وحخلطها اما تخلطيها في محضرة الطعام في خلاط الجك العصير في الخلاط اليدوي اللي يريحك المهم تنخلط هذه المكونات تعطيها كذا ملمس ناعم وطعم حلو هنا عندي في نفس الطعوة حطي الزيت وعندي مكعبات دجاج ممكن تسويها بدجاجة كاملة بس انا فضلت انه بالصدور اسهل يعني فبعد ما اتقلت كذا قطع الدجاج وتغير لونها ضفت عليها الخلطة اللي خلطتها في الخلاط واتركها مع بعض شوية تتسبك من الطباقة الهندية اللذيذة الدجاج بالكاري جدا لذيذ ولونكها سبحان الله كذا مميزة لما تسوي الكشنة كذا خارجية وتخلطيها وتقلل الدجاج لوحده كذا يعطي نكها مميزة سويت جنب ورز ابيض عادي بس حطيت على الوجه بودرة زعفران وقت التقديم اقلب المكونات وهنا سويت سلطة الزبادي اللي دائما تتقدم على الاكل الهندي اللي هي زبادي وكزبرة وفلفل ونعناع بس انا اضفت عليها ملعقة انبة عشان كذا لونها متغير يعطيها نكها حلوة وهذا هو الشكل النهائي للطبق دجاج بالكاري رز بالزعفران وصلطة اللبن جربوا باذن الله يعجبكم وعلينا وعليكم بالعافية